موسيقى الحمد لله الذي أسكن عباده هذا الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار وجعل الدار الآخرة هي دار القرار فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المختار الرسول المبعوث بالتبشير والإنذار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذه رسالة إلى القابضات على الجمر إلى أولئك الفتيات الصالحات والنساء التقيات إلى اللاء شرفهن الله بطاعته وأذاقهن طعم محبته إلى حفيدات خديجة وعائشة وأخوات حفصة وفاطمة رضي الله عنهن جميعا إلى القابضات على الجمر التي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر المرأة الصالحة التقية نعم المرأة الصالحة التقية التي قدمت محبة الله وأوامره على تقليد فلانة أو فلانة فأصبحت شامة بين الناس بصلاحها وفساد فلانة وفلانة إليهن هذه الكلمات لأذكرهن بأخبار من تقدمهن إلى طريق الجنة ممن تركنا لذة الحياة الدنيا وحملنا هم الدين حتى ضاعف الله لهن الحسنات وكفر السيئات ورفع الدرجات حتى سبقنا كثيرا من الرجال ومن تلك القابضات على الجمر هي تلك المرأة الصالحة التي كانت تعيش هي وزوجها في ظل ملك فرعون زوجها مقرب من فرعون وهي خادمة ومربية لبناة فرعون فمن الله عليهما بالإيمان فلم يلبث زوجها أن علم فرعون بإيمانه فقتله فلم تزل الزوجة تعمل في بيت فرعون تمشط بناة فرعون وتنفق على أولادها الخمسة تطعمهن كما تطعم الطير أفراخها فبينما هي تمشط بناة فرعون يوما إذ وقع المشط من يدها هنا دعونا نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي حكم العلماء بصحته عن هذه المرأة العظيمة نعم عظيمة لأن رسول البشرية يتحدث عنها فالعظيم يا أخوة يتحدث عنه العظماء وغيره لا يلقى له بال فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال قلت وما شأنها قال بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة من يدها يعني المشط فقالت بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله قالت أخبره بذلك قالت نعم انظروا إلى الشجاعة يا أحباب أخبره بذلك قالت نعم فالذي على الحق لا يبالي لأن الله معه ويوما سينصره فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري قالت نعم ربي وربك الله فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له إن لي إليك حاجة وهو يريد أن يلقيها مع أولادها في النار تطلب منه حاجة ولكن ما حاجتك قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا قال فرعون ذلك لك علينا من الحق فرعون الطاغية أيها الأحباب يعد المرأة بأنه سيجمع عظامها ويدفنها مع ولدها ويقول لها ذلك لك من الحق علينا فليسمع من يخاصم الناس ويطعن بهم بغير حق وليسمع أيضا ما نراه اليوم من نبشل القبور قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله فأنطق الله سبحانه وتعالى هذا الصبي قال يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت النار أيدها الله سبحانه وتعالى بأن أنطق الصبي في مهده وقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق في رواية أخرى وختاما أيتها الجوهرة المكنونة والدرة المصونة يا مربية الأجيال وصانعة الرجال اثبتي على الحق فالحق أحق أن يتبع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة